بسم الله الرحمن الرحيم بسورة المطففين وأود أن ألفت نظر الأعزاء بعد أن وصلتنا عدد من الرسائل بأننا في الأسبوع الماضي كانت هناك حلقة تحدثنا فيها عما ورد بحق أمير المؤمنين عليه السلام بسورة النازعات وبسورة عبسة وبعض ما ورد بسورة المطففين ولكن كانت كان بثها في وقت الإعادة ولن يكن في الوقت المباشر المخصص لهذا الوقت لهذا البرنامج وبنفس الوقت لم يتم عرضها على اليوتيوب ولذا وردتنا بعض الرسائل يتمنون عرض هذه الحلقة لكي تتم الاستفادة منها وصلنا كما أسلفت إلى صورة المطففين وهناك عدد من الآيات منها الآيات 25 و 26 و 27 الآيات التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنين هناك حديث ذكروا فراطن الكوفي في تفسير صفحة 544 ذكرنا قسما منه ولم يسعفنا الوقت في الحلقة الماضية التي أشرت إليها لأن نكمله لا بأس بأن أشير إلى مقدمته لكي نكمل هذا الحديث الحديث معنعنا عن عطاء ابن أبي رباح قال قلت لفاطمة بنت الحسين عليه السلام اخبريني جعلت في ذاكي بحديث أحتج به على الناس أريد حديث له أثر له قيمة معنوية في الجانب الاحتجاج بالأمور العقائدية قالت نعم أخبرني أبي وهو الإمام الحسين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى علي بن أبي طالب عليه السلام أن اصعاد المنبر وادعو الناس إليك اذهب إلى المسجد وادعو الناس لكي يحضر ويستمعوا إلى ما ستقوله له ما ستقوله له ثم قل أيها الناس من انتقس أجيرا أجر فليتبوأ مقعده من النار ومن ادعى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار ومن انتفى من والديه فليتبوأ مقعده من النار في الحديث الماضي تناولنا المدلول اللفظ الظاهر لهذه العبارات ومدى انعكاسها على واقع حياتنا الاجتماعية وكيف تنطبق على الأشخاص الذين طق عليهم هذه الصفات التي وردت في هذا الحديث ولكن هناك بعض آخر لهذا الحديث معنى آخر لأنه كما أن في كتاب الله الكريم آيات المحكمات هنا أم الكتاب وأخر المتشابهات هناك ظاهر وباطن هناك في كلام المعصوم عليه السلام في كلام النبي وكلام الأئمة هناك ظاهر وباطن عندما تكلم علينا عليه السلام بهذه الكلمات قام رجل من الحضور فقال يا أبا الحسن ما لهن من تأويل وكأن هذا الشخص كانت لديه شيء من الفطنة أدرك أن هذا الكلام له ظاهر مدلوله ولكن أن يأتي علي عليه السلام ويجمع الناس ويدعوهم ويقول هذه العبارات معنى ذلك أن لها معنى آخر أعمق من معناها الظاهرين وهنا بالمناسبة في مورد النقاش على أولئك الذين يقولون ويقرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما في حجة الوداع في غدير خم عندما جمع المسلمين جميعا وخطب خطبته ومحور الخطبة في كلمة واحدة من كنت مولاه فهذا علي مولاه يأتي بعض الذين يحاولون أن يخرجوا الأمور عن معانيها الحقيقية يقول يعني معناه من كنت مولاه فعلي مولاه يعني ناصره فيقال عجب في ذاك الوقت في تلك المرحلة في تلك الحجة مئات الآلاف أو على الأقل مئة وعشرون ألفا كان عدد الحجيج منهم المتقدم ومنهم المتأخر يجمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبين هذه الصفة بذاك المعنى الذي تقولونه عن علي عليه السلام أمر عجب المهم هذا الشخص لديه هذه الفطنة فسأل ما لهن من تأويل علي عليه السلام لم يكن مكلفا بإبلاغ أكثر مما بلغ قال الله ورسوله أعلم ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره عن السؤال الذي سمعه من أحدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل لقريش من تأويلهن ويل لقريش من تأويلهن ويل لقريش من تأويلهن ذكر هذه العبارة ثلاث مرات ثم قال يا علي انطلق فأخبرهم يريدون أن يعرفوا التأويل ليكون حجة عليهم أخبرهم أني أنا الأجير الذي أثبت الله مودته في السماء من السماء وهي قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وأنا وأنت مولى المؤمنين وبالتالي من يتمرد عنهما ماذا يكون حكمه ذكره الحديث السابق مطلع الحديث فليتبوأ مقعده من النار وأنا وأنت أبوى المؤمنين فمن ينتفي من والديه أو من أحدهما فليتبوأ مقعده من النار هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يكتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال والمسلمون مجتمعون يا معشر قريش والمهاجرين والأنصار لكي لا يكون الكلام لفئة دون أخرى فلما اجتمعوا قال يا أيها الناس إن علي أولكم إيمانا بالله التفتوا إلى هذه الخصوصية وأوفاكم بعهد الله يعني إيمان وفاء بالعهد وأقوامكم بأمر الله أكثر شخص يستطيع أن يؤدي أمر الله بينكم بعد وأعلمكم بالقضية كل ما يرتبط بالرسالة هو أعلم شخص بينكم وأقسمكم بالسوية بالإحاظ الحكم والعدالة الاجتماعية التي تتجسد في سلوكه بعد وأرحمكم بالرعية يعني عندما يكون هو المعني والمسؤول هو أكثر شخص يملك رحمة في قلبه نحوكم بعد وأفضلكم عند الله مزية يعني هو بين المسلمين جميعا هو أفضل واحد منكم جميعا سبع صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق علينا عليه السلام ثم قال إن الله مثل لي أمتي في الأضلة وعلمني أسماءهم كما علم آدم الأسماء كلها فمر ربي أصحاب الرايات الفئات المتعددة من هذه الأمة فاستغفرت لعلي وشيعته وسألت ربي أن يستقيم أو تستقيم أمتي على علي بن أبي طالب من بعدي يا رب هو الذي يستطيع أن يحملهم على المحجة البيضاء هو الذي يستطيع أن ينقذهم من الضلالة إلى الهدى هو الذي يستطيع أن ينير لهم الطريق فيا رب هذه الأمة التي آمنت بي جمعها على علي بن أبي طالب فأبى أبى الله أبى ربي إلا لماذا؟ لأنه هناك سيكون اختبار هناك امتحان الامتحان له مراتب له درجات له محطات ليس ليس كل من وصل إلى مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإيمان بمعناها العام ألا وهي الإسلام معنى ذلك أنه حقق النجاة والفوز لا بد من أن يعيش فترة الامتحان والامتحان طارة يكون بأمر عقائدي وطارة يكون بأمر سلوكي وطارة يكون بأمر عملي فهنا لا بد من امتحان تعيشه هذه الأمة بعد رحيل نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ليهلك من هلك عن بينا ويستقيم في المقابل من يستقيم عن هدى وبين يضل من يشاء ويهدي من يشاء ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأني ربي في علي بسبع خصال إلى هذه الفقرة كنا قد مررنا عليها في الحلقة السابقة بإجاز هنا وصلنا إلى هذه الفقرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأني ربي في علي بسبع خصال النبي هنا مما ذكرناه بيّن للمسلمين سبع خصال في علي بينهم النبي يبين بأمور سيختص بها علي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى في وقت آخر أين قال أما أولهن الأمر الذي أعطي لعلي عليه السلام فإنه أول من ينشق عنه الأرض معي ولا فخر يوم القيامة عندما يخرج الناس من قبورهم ليحاسب على أعمالهم فيذهب المحسنون والمطيعون والمخلصون إلى الجنان ويذهب العاصون والمتمردون إلى النيران أول من يخرج في ذاك اليوم العظيم تلك الصيحة التي يخرج فيها الناس من القبور أحياء بعد أن تعود الأرواح إلى الأجساد هو علي عليه السلام هذه أوله وأما الثانية فإنه يذود عن حوض كما يذود الرعاة غريبة الإبل الرعاة عندما يكون عندهم مواشي ويذهبون ليسقط تلك المواشي وصاحب الماشية يعمل على سقاية ماشيته فإذا جاءت إبل أو شيء من الماشية كان غريبا لا يسقي يبعده لكي يذهب إلى صاحبه علي عليه السلام هناك يوم القيامة سيكون له دور على الحوض يسقي مان يسقي أناسا ويذود عنه أناسا يسقي أناسا عرفوا مقامه وآمنوا به والتزموا بما يريد بما يريده الله وبما سنه رسول الله وبما يرغب به أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء شيعته حقا الذين استغفر لهم نبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم هؤلاء الذين يسقون من الحوض الثالثة ما هي فإن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن من فقراء شيعة علي ليشفع في مثل ربيعة ومضر أولئك المؤمنون حقا بعلي عليه السلام والسائرون على دربه والذين يعملون مفق ما يريد وفق كل تلك التعاليم التي سنها الله تعالى والذين يجسدون تشيع حقا في عقيدتهم وسلوكهم الواحد منهم له خصوصية يوم القيامة بأنه يشفع بعدد القبيلتين الكبريين ربيعة ومضر فكم مكانة إذا كانت هذه مكانة الواحد من فقراء شيعة علي ولماذا خص فقراء شيعة علي لما لهم من مكانة كم يتحملون من الضيم والأذى عبر الزمن يقتلون يهجرون يتعرضون إلى كل ما يمكن أن يتعرض له الإنسان مقابل كل تلك الإغراءة التي تقدم لهم وهم يبتعدون عنها ويتمسكون بولاية علي عليه عليه السلام فيكون ثوابهم أن يعطوا هذه الميزة يوم القيمة بعد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما الرابعة فإنه أول من يقرع باب الجنة معي ولا فخر عندما ندخل إلى الجنة وأما الخامسة فإنه أول من يزوج من الحور العين ولا فخر وأما السادسة فإنه أول من يسكن معي في عليين ولا فخر وأما السابعة مورد الاستدلال بهذه الآيات فإنه أول من يسقى من رحيق مختوم ختامه مسكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذن هذه الآيات يسقون من رحيق مختوم أول فرد تنطبق عليه يوم القيامة هو علي بن أبي طالب عليه السلام طي هذا نص عندنا نص آخر ذكره فراط الكوفي أيضا صفحة 545 معنعنا الحديث عن جابر ابن عبد الله الأنصار وما أدراك ما جابر رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأحجار الزيت مكان هناك قرب المدينة المنورة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضبعي عليه يعني الكتف هنا عند الكتف ما بين الكتف والعضد فرفعها حتى رؤيا بياض ابطيهما عندما رفع يدي ورفع يد علينا عليه السلام ولم ولم يرى إلا ذلك اليوم ويوم غدير خم يعني هذا المشهد أن يرفع النبي بكتف علي عليه السلام ويرى بياض ابطيهما حصل مرتان مرة في ذاك اليوم ومرة يوم غدير خم عندما رفعه وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه فقال يعني هذا الكلام من ينقله جابر بن عبد الله الأنصار قال أيها الناس هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يؤكد على كل ما قاله سابقا وسيد المسلمين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وعيبة علمي معنى عيبة علمي ما هي يعني الحافظ العلمي عيبة العلم الوعاء تعبير مجازي يطلق على العلم عيبة علمي الوعاء الذي يحفظه علينا عليه السلام ووصي في أهل بيتي وفي أمتي بعد يقضي ديني وينجز وعادي وعوني على مفاتيح الجنة في الحديث السابق ذكرنا أول من يدخل الجنة عوني على مفاتيح الجنة ومعي في الشفاعة هناك عندما يؤتى كما ورد في الحديث في الصحاح عند إخواننا نتبع المذاهب الإسلامي يقولون يقولون يأتي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمنعوا من الوصول إلى النبي فيقول أصيحابي أصيحابي يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك يعني لهم صفة الصحابة فيأخذوا بهم إلى النار وهذا بنص الأحاديث اللي عند إخواننا أيها الناس من أحب علي فقد أحبني من أحب علي فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله تذكرون عزاء الآية الكريمة التي تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم هنا يقول النبي من أحبني فقد أحب الله ولا يحبني شخص إلا أن يحب علي فما بالك أخي العزيز بأولئك الذين أظهروا الكراهة لعلي والبغض بل وقاتلوه بل وأكثر من ذلك سجد بعضهم شكرا لله عندما علموا بموته وباستشهاده ماذا يكون مصيرهم يكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أبغض علي فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله أيها الناس إني سألت الله في علي خصلة فمنعنيها مثل ما ورد في الحديث السابق وابتدأني بسبع جابر هنا في هذا الحديث قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الخصلة التي أو ما الخصلة التي سألت الله في علي فمنعك فمنعكها قال ويحك يا جابر تريد أن تعرف إني سألت الله أن يجمع الأمة على علي من بعدي فأبى إلا أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء قال جابر قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فما السبع التي بدأك بهن فيه السبع التي السبع أشياء التي اختص بها معك قال ويحك يا جابر أنا هنا تكرار يعني هذه الصيغة أخرى للحديث الذي مر معنا سابقا بهذه الصيغة التي ينقلها جابر بن عبدالله الأنصار أنا أول من يخرج يوم القيامة من قبره وعلي معي يا وحد أنا أنا أول من يقرع باب الجنة وعلي معي أنا أول من يسكن في عليين وعلي معي أنا أول من يزوج من الحور العين وعلي معي وأنا أول من يسقى من رحيق مختوم ختامه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعلي معي هذه ما كانت علي عليه السلام في ذاك اليوم العظيم يوم القيامة طيب نذهب إلى نص آخر ذكره الحاكم الحسكاني في شواهر التنزيل الجزء الثاني صفحة أربعمية وأربعة وعشرين يقول الحاكم الحسكاني في تفسيره عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الطائف عاد بنا إلى مرحلة سابقة دعا علي فانتجاه النبي موجود أصحابه معه وإذ به يد عليه فيختلي به ويحادثه طبعا أمر ملفت أنه في عدد كبير من الصحابة ومن الكبار الصغار وغيرهم وهم ليسوا في جلسة عادية في موقع في غزوة في معركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين لهم تلك الخصوصية قال أيها الناس إنكم تقولون إني انتجيت عليا يعني تظنون أو تفسرون ما تشاهدون إني أنا اخترت عليه حتى اتحدث معه على انفراد إن ما أنا انتجيت مسألة مش من هذا الحديث الخاص مع علي ليس بمبادرة مني إن الله انتجاه الله سبحانه وتعالى أمرني أن أناجي بماذا كان يناجي لم تكن تمر فترة ساعة يوم في أي وقت من الأوقات إلا وعلي ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومرمنى أعزائي آية النجوة وعندما فرضت ما اسميناه مثل ضريبي أنه البدو يناجي الرسول يدفع صدقا ما أحد طبق هذا الأمر إلا علي بن أبي طالب عليه السلام لماذا لأنه هنا تظهر من خلال هذه السلوكيات معنى كلام أمير المؤمنين عليه السلام علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب إذن هذه قيمة النجوة أثر النجوة في سلوكيات علينا عليه السلام ما أنا انتجيته إن الله انتجاه وفي ذلك معورة الشاهد فليتنافس المتنافسون أحاديث أخر تدخل في هذا السياق أعزائي نذكرها لكم بعد الفاصل فانتظروا من من مبلغ عن مقام الآل من صدق جد السلالة إذ من سرهم بثق هم الهدات لغير الخير ما سلك في كل عصر لنا من سرهم عبق أهل النبي وأهل الله أخلصهم بالمكرمات لم ينعم بمنزلة عند الإله وقد تاهت به الطرق لكنه البحر ما ضرته غاشية من حارب المحر يطوي عمره الغرق صلى الإله وعلى من منه أنجمهم هم النجوم وطاها الكون وطاها الكون والأفق هم النجوم وطاها الكون وطاها الكون والأفق تحية طيب أعزائي المشاهدين نعود إليكم بعد هذا الفاصل وصل بنا الكلام إلى ما ذكره الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل الجزء الثاني صفحة 425 ينقل حديثا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى ومزاجه من تسنيم مزاجه من تسنيم ما هو يقول هو أشرف شراب الجنة شراء مزاجه من تسنيم هو أشرف شراب الجنة من يشربه يشربه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم المقربون السابقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب وخديجة وذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان هؤلاء هم من يشربون من هذا الشراب اللي هو أشرف شراب الجنة طيب ننتقل إلى آيات أخر في صورة من صورة المطففين من الآيات 29 إلى 36 لأنه لاحظنا معظم صورة المطففين تدخل في إطار الحديث مما سبق ومما يأتي التفسير الحبري بصفحة 327 ينقل عن ابن عباس في قوله الآيات من 29 إلى 36 وهي قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم هنا يتحدث عن أناس مقابل أناس ماذا يفعلون مع أناس آخرين فاليوم في موقف آخر فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هنا قد يقول قائل أنه هذا السياق عام للآيات ولكن سياق الآيات التي ذكرناها تتحدث عن حدث ما من أشخاص معينين يقصد بهم أناس معينون فيقول ابن عباس كما ينقل الحاكم الحسكاني فالذين آمنوا اللي كانوا بمطلع الآية علي بن أبي طالب والذين كفروا منافق قريش هذا ما ذكره الحبر في تفسيره صفحة ثلاثمائة وسبعة وعشفة طيب نأتي إلى نصوص أخرى تتناول هذه شيئا من هذه الآيات فراط الكوف في صفحة خمسمائة وستة واربعين الحديث في سنده يصل إلى ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون قال هو حارث ابن قيس وأناس مع من قريش هؤلاء كانوا إذا مر عليهم علي بن أبي طالب عليه السلام هذا تبدو قبل الهجرة قالوا انظروا إلى هذا الذي اصطفاه محمد معه واختاره من أهل بيته وهذا يذكرنا بأنذر عشرتك الأقربين وبالأحاديث والروايات المرتبطة بمرحلة ما قبل الهجرة وكانوا يسخرون منه من علي عليه السلام يقول فإذا كان يوم القيامة فتح بين الجنة والنار باب فعلي بن أبي طالب عليه السلام في الجنة على الأريكة متكئ فيقول هل أم هم في النار فإذا جاءوا سد بينهم الباب فهو كذلك ليسخر منهم ويضحك قال الله تعالى عن هذه الصورة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون خلودهم في نار جهنم نتيجة عملهم وما قاموا به نص آخر يذكره الحاكم الحسكاني بشواهر التنزيل الجزء الثاني صفحة 426 يقول حدثنا المسيب بن شريك حدثنا الكلبي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا على بني هاشم فكان فكان إذا مر بهم بآخرين ضحكوا به فنزلت هذه الآية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون بعد عندنا نص آخر في تفصيل عن أولئك الذين ينطبق عليهم هذا القول ذكره الحاكم الحسكاني في شواهر التنزيل الجزء الثاني صفحة 426 عن عبد الرحمن بن سالم عن أبي عبد الله في قوله تعالى إن الذين أجرموا إلى آخر الصورة الآية لا ذكرناها قال نزلت في علي والذين استهزأوا به من بني أمية الموضوع ما هو أن علي مر على نفر من بني أمية وغيرهم من المنافخين فسخروا منه ولم يكونوا يصنعون شيئا إلا نزل به كتاب فلما رأوا ذلك مطوا بحواجبهم يعني عندما يمط الإنسان بحواجبه للدلالة على صورة نعرفها فأنزل الله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون إلى آخر الآيات التي قرأناها بعد عندنا نص ذكره الحاكم الحسكاني بشواهر التنزيل الجزء الثاني صفحة أربعمية وسبع وعشرين عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين أجرموا إلى آخر الصورة لا يتلذكر نعم قال فالذين آمنوا علي بن أبي طالب وأصحابه والذين أجرموا منافقوا قريش وما أكثرهم قبل قبل انتصار الإسلام كانوا معلنين بالكفر ولكن بعد أن دخلوا بالإسلام وصار الطلقاء انتقل الكثير منهم من عنوان الكفر إلى عنوان النفاق وقليل الذين استقاموا حديث آخر ينقله الحاكم الحسكاني نعم استعرض هذه النصوص حتى يظهر لنا كثرة الأحاديث التي وردت في سياق هذه في تأسير هذه الآيات وانطباقها على علي عليه السلام من رواة المتعددين الجزء الثاني صفحة 428 عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين أجرموا قال هم بنوا عبد شمس ونعرف بنوا عبد شمس بنوا أمية وما أدراك ما بنوا أمية وغيرهم مر بهم علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه نفر فتغامزوا به وقالوا هؤلاء هم الضلال فأخبر الله تعالى ما للفريقين عنده جميعا يوم القيامة من خلال الآيات التي ذكرنا وقال فاليوم الذين آمنوا وهم علي وأصحابه من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بتغامزهم وضحكهم وتضليلهم علي عليه ضال كما يقولون وأصحابه فبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي وأصحابه الذين كانوا معه أنكم ستنظرون إليهم وهم يعذبون في النار وهيهات بين المقارنة من إنسان يسخر عليك في دنيا ثانية لا قيمة لها ومن أثر تتلمسه هناك يوم الخلود الأبدي بعد الحديث الأخير اللي منذكره في هذا السياق ذكره الحاكم الحسكاني بشواهد التنزيل الجزء الثاني صفحة 428 وفي تفسير مقاتل رواية إسحاق عن نقلت عن في قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون قال وذلك أن علي بن أبي طالب انطلق في نفر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسخر منه المنافقون من سياق الأحاديث نفهم شيئا أن تكرار هذه الروايات يدل على أمور حصلت قبل الهجرة والتي كان يقوم بها أناس كافرون وأمور حصلت بعد انتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخول الكثير منهم إلى الإسلام ظاهرا والدليل أولئك عبر عنهم بتلك الصورة بأنهم من الكافرين في تلك المرحلة التي تدل على بداية الدعوة هنا عندما يتحدث عن المنافقين يتحدث المنافقون متى برزوا المنافقون هم الذين أعلنوا الإسلام وأبطنوا الكفر بداية ظهورهم في المدينة المنورة وصولا إلى ما بعد فتح مكة فسخر منه المنافقون وضحكوا وقالوا إن هؤلاء لضالون يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون أنهم على شيء نعرف نزلت سورة بالقرآن الكريم باسم المنافقين فنزلت هذه الآية قبل أن يصل علي ومن معه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الذين أجرموا يعني المنافقين كانوا من الذين آمنوا يعني عليا وأصحابه كانوا يضحكون إلى آخر تلك الآيات إذن أعزائي هذه واحدة هذه الآيات التي مرت مانا بصورة المطففين في تلك النصوص الواضحة والجلية تنطبخ على علي بن أبي طالب عليه السلام تبين مكانة علي بن أبي طالب عليه السلام وبذلك يظهر لنا شيء من الخصوصيات التي أعطيت وامتزى بها علي عليه السلام وبالتالي من هو المؤهل ليكون من مصاديق أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم وقرن طاعته بطاعته وطاعة رسوله هل هناك أحد من من مر الحديث عن غير علي بن أبي طالب عليه السلام سؤال يترك الجواب عليه لكل إنسان منصف متأمل في ما نطرحه من هذه الوقت الوقت المتبقي عزائي نخصصه للإجابة على عدد من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج على رقم الواتساب الذي يظهر أمام الشاشة ما بعرف كم دقيقة معنا ما بعرف كم سؤال فينا بعد طيب عنا سؤال من أم محمد من لبنان تقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول اعتدنا عند زيارة قبور والدينا أن نسقي قبورهم بالماء ونحن الآن في فصل الشتاء والمطر ما شاء الله وافر فهل تنزل الرحمة مع الماء عليهم كما نعتقد وهل في أقوال الأئمة الاثنى عشر شيء يؤكد هذا المعتقد أو ينفيه أو ماذا ولكم الشكر هذا السؤال أخت أم محمد يتفرع عنه مجموعة من الأسئلة لا بد من أن نبينها وخاصة بما له من ارتباط بأمر عقائدي يعني هو ليس مجرد أمر فقهي بل له بعد عقائدي أولا ما استطيع يعني هذا السؤال نفصل فيه الأسئلة عندنا يعني قبل أن نترك مسألة تأثير المطر إلى الشق الأخير من هذا الموضوع هل هناك شيء في سنة النبي وسنة الأئمة عليهم السلام على موضوع رش الماء على القبر نعم هذه من السنة المتفق عليها أيضا بين الشيعة والسنة عند جميع المسلمين وردت في أحاديثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر برش أو عمل على رش القبر بالماء قبر ابنه إبراهيم قبر عثمان بن نضعون الصحابي الجليل الذي اتتحت به مقبرة البقية في المدينة المنورة إذن موضوع رش الماء على قبر الميت هو سنة أو هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل وأكثر من ذلك عمل بها الأئمة عليهم السلام فاطمة الزهراء عليه السلام في وصيتها لأمير المؤمنين عليه السلام عندما أوصته بأن يدفنها ليلا لكي لا يحضر جنازة فلان وفلان كان مما أوصته به أن يرش الماء على قبرها وهكذا كثيرة هي النصوص الواردة من عن النبي والأئمة المعصومين عليه السلام فإذن هذا السؤال الأول الذي نستطيع أن نستخلصه من سؤالك يا أخم محمد أن أصل مبدأ رش القبر بالماء هو سنة عملها النبي وعملها المعصومون عليه السلام هذه واحدة اثنين سؤال الذي يمكن أن يطرح ما هو أثر رش الماء على القبر بالنسبة للميت يعني فائدته ما هي عندنا حديث منها حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه عندما ترش الماء على قبر الميت يتجاف عنه العذاب ما دام الندى في التراب يعني التراب عندما ترش عليه هذا الماء إلى أن يجف هذا التراب فهذه الفترة يتجاف عن الميت العذاب فيما لو كان عليه شيء من ذلك هذا شق ثاني أو سؤال ثاني يرتبط بالأثر الذي يستفيد منه الميت في ذلك طيب سؤال يمكن أن يستنتج من ضمن هذه الأسئلة ونطرحه أنه طيب هل هناك كيفية معينة لرش الماء على القبر وردت في نصوص السيرة نعم هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أنك إذا أردت أن ترش الماء على القبر السنة الأمر المستحب أن تستقبل القبلة يعني يكون وجهك إلى القبلة تكون أمام القبر ووجهك نحو القبلة ثم تبدأ برش الماء من عند الرأس عند رأس الميت يعني لأنك عندما تقف ووجهك إلى القبلة والميت المفترض يكون وجهه إلى القبلة فمن ناحية اليمين من عند الرأس تبدأ برش الماء من عند الرأس إلى الرجل يعني من رأس الميت إلى رجله ثم ثم تدور على القبر من الجانب الآخر يعني بشكل دائري ثم يرش على وسط القبر إذن رش الماء صيغته المستحبة أن يبدأ من الرأس إلى الرجل ثم الجهة الثانية ثم يرش على وسط القبر هذه الكيفية وهذه الصيغة اللي وردت بعملية الرش الماء على القبر طيب هون عنا سؤال هل أن رش الماء على القبر هو منحصر بلحظة الدفن بساعة الدفن أو لا يمكن أن يكون في أوقات أخرى يعني بعد الدفن وإذا كان في أوقات أخرى هل هناك وقت محدد يمكن أن رش الماء فيه على القبر بعد يوم الدفن أو لا هون في تفصيل المتفق عليه وفق النصوص أن رش الماء يكون عند الدفن يعني بعد الدفن وهذا متفق عليه الجميع كما قل هذه الصورة مما لا خلافة عليها على الإطلاق ولكن هناك أحاديث بيّنت البعض طبعا بعض الفقهاء يقول أنه يستحب هذا ولكن يمكن أن يؤدى إلى أيام أخرى رجاء المطلوبية أو من باب الرجاء نقول هناك أجل فيه نصوص دلت على هذا المعنى لأنه لولا تلك النصوص لقلنا أن الروايات التي تتحدث عن الرش ليست مقيدة في الوقت ولكن خد يقول البعض أنها تنصرف إلى يوم الدفن البعض خد يقول لا في إطلاق بالكلام كما هو في لغة الفقهاء هناك دليل دليل على استحباب رش الماء ليس فقط يوم الدفن الحديث مروي عندنا عن الإمام الرضا عليه السلام يقول أوصى صاحب مقبرة بأن يرش قبر أحد أصحابي أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام توفي وهو يونس بن يعقوب الإمام الرضا عليه السلام أوصى الخادم بالمقبرة أن يرش الماء على هذا القبر شهر أربعين شهرا أو أربعين يوما في كل يوم إذن صار عندنا نص يدل على أنه إما أربعين يوما بعض يلتزم فيها أو أربعين شهرا طيب أكثر من ذلك عندنا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الرش بالماء على القبر حسان أي في كل وقت إذن استحباب رش الماء على قبر الميت في كل الأوقات بدون استثناء على الإطلاق هذا ما يدل عليه حديث الإمام الصادق عليه السلام وتكراره وتكراره أربعين يوم لحد الأربعين أو أربعين شهرا ورد في حديث الإمام الرضا عليه السلام يبقى نصل هنا إلى السؤال الأخير أنه مسألة المطر كما تقول يا أخت محمد هل يعتبر هذا نزول المطر على القبر له هذا الأثر هنا في نزول المطر لا يتحقق ما يقصده الإنسان من رش الماء على القبر هذا أمر تكويني لا أثر له في ذلك بل الاستحباب يتعلق بفعل المكلف عندما يقوم بنفسه برش الماء على القبر هذا ما سمح به الوقت ولم نستطع الانتقال إلى الأسئلة الأخرى حتى نلتقيكم أعزائي في حلقة قادمة نستودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر